سلام حبيبتي المتتبعات وكامل اللي رايشات في قناتي نقولكم مرحبا بكم في فيديو جديدة هنا يراني في المجازن ليدل غادي نوريكم بعض منتجات الكوسميتيك اللي را هم حاطينها من الماركسيان كين هاذ سيروم او بديل الزيت اليكسير الويل دارغان هاذا نوري ريبار اي بخوتج ليشوفي سك وابيمي هاذي الزيت اللي تغذيته معالجة الشعر الجاف والمتقصف او المتضرر مخدومة من زيت الارغان فقط البنات ما تكفروش منها حطوا قطرة منها على البوينت لانها اذا كفرتوا منها تزيت الشعر وثاني ماهيش غالية لبخيتاحا دوغو اي كالك من ربعمية دينار جزائر كين هاذي بيبي كرام ديجور تنتي ربعا في واحد فوند تن لي ترطيب البشرة تعطي ان تن ان تن پارفاك الكوفر بيان لديفوت تغطي كامل عيو بتاع البشرة وتوحد اللون تحا البنتر رابيد من دوغو تمتصها بسرعة البشرة جاية نان غراس ما تخليش الوجه مزيت وثاني اللون ترخيصها ماهيش غالية لبخيتاحا انو تخونتناف سنتيم متثثميات دينار جزائر هاذي كرامة لالويفيرات 99% مكوناتها طابعية بخوتاجي دغات ليما هاذي تحمل يدين من الجفاف وتقوم بترطيب البشرة الجافة هاذي الكرام مخدومة مجالة على الالويفيرات ملاسبة لجميع انواع البشرة وكذلك الحساسة ما تخليش اليدين مزيتين هاذي الكرام تستعمل عدة مرات في اليوم عند الظرورة خاصة اذا كنتم يديكم اعانوا بزاف من الجفاف هاذا الكرام لحب بزاف مخدومة من الالويفيرات كما تعرفوا معروفة بزاف بالترطيب لبخي التاحة دوغو 99 سنتيم قدرو تقولو من الـ 600 دينار جزائري كين هاذي لاموس نتويانت هاذي بو سنسب للبشرة الحساسة ثلاثة في واحد نتوى ديماكي بيوريفي هاذي أليكس خيدا موند بيو مستخلص اللوز الطبيعي هاذي لاموس لبنات النتوى تخيبيا لابو تنقل غاية البشرة والديماكي مليح الوجه ما تديرش ولا حساسية حتى وإلا عندكم مشاكل في البشرة تقدرو تستعملوها ما عنداش تأثيرات سلبية تنحي مليح الماسكارا وثاني تخلي لابو نت وما تنشفش البشرة هاذي لاموس جاية خالجة خفيفة بزاف لبري تحى 3.25 سنتيم تقدرو تقولو مستميات دينار جزائري هاذي موس دو دوش هاذي أبزانة أبخي صولي رغوة الاستحمام مهدئة أبخي لإكسポزيسيون صولي هاذي رغوة لبنات بعد التعرب للشمس ريحتها طوب وتعطي واحد الانتعاش للجسم ما هيش غالية لبري تحى أنه كتخل من 10 سنتيم من 400 دينار جزائري هاذي كانت جولة قصيرة في ليد اللي بنات حبيت نبارتاجيها معكم لبعض المنتجات العناية بالبشرة والشعر نتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش فقط لبنات الجام والاشتراك في القناة إذا كنتوا تشوفوا فيها لأول مرة فضلا بالضغط على زر الجرس هكذا باش يوصلكم دائما الجديد نقول لكم مشاهدة ممتعة رقائنا في فيديو جديدة بإذن الله ومع السلام ترجمة نانسي قنقر